السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة ودايما عامر في رمضان عارفين المد والجزر؟ أكيد كلنا عارفين المد والجزر بتاع البحر؟ لا المد والجزر بتاع رمضان المد الإيماني ده بيبقى في أول رمضان لما بيكون في لهفة وفرحة ساعة الفطار ومواصبة على الصلاة في المسجد مع الترويح والحرص على الصحور وقرية القرآن نبدأ التلت التاني من رمضان تلاقي الجزر اشتغل الناس راحت فين؟ المساجد رجعت للنص كده للصف وصف ونص وحاجات كده المصاحف مش زي الأول ريحة رمضان راحت وريحة رمضان اتبخرت الهم قلت أو وقعت وبصراحة محتاجين نعلي همتنا شوية ده اللي هنعمله مع ضفنا الشيخ إسلام ردوان من علماء وزارة الأوقاف قال لنا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ الدواء كل سنة وانت طيب حضرتك طيب الله يخليك يا حلوة قوي موضوع المد والجزر بس المد والجزر الرمضان لأن فعلا هو ده اللي بيحصل كل سنة وبنبقى متوقعين ده على فكرة وبنقوله دايما للناس في بداية رمضان يا جماعة مش عايزين نكتهد قوي ونشد قوي أول 3-4 ايام 5 ايام فيعدي لعشرة ايام الأولينين ونلاقي الدنيا بدأت تهدى فنقع في نص رمضان ودايما بيقولوا كده زي ما بنسمع أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار إحنا دايما بنقول إن رمضان كله يا أستاذ الدعاء كله رحمة كله مغفرة وكله عتق من النار فعشان الناس ما تتخيلش إن البداية في الرحمة وبعد كده الرحمة بترفع من شهر رمضان في العشرين اللي بقيين إحنا بقينا قلاص في العشر الأوسط من رمضان فتبقى بعد العشر دول ما يخلصوا يبقى الرحمة والمغفرة انتهت وبقى عندنا عتق من النار لا رمضان كله رحمة كله مغفرة كله عتق من النار عشان الناس أنا بقولي الكلام ده ليه عشان الناس تفهم إن إحنا لازم نشتغل في رمضان من أول يوم لغاية آخر يوم لأن ده شهر إحنا مطالبين بالطعوة والعبادة طول السنة طول العمر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني حتى يأتيك الموت قضية مش قضية رمضان أو أول خمس ست يام عشرة يام من رمضان تيجي العشرة اللي في النص فنلاقي الدنيا هدية شوية يحصل الجزر الرمضاني زي ما حضرتك قلتي وبعدين نرجع تاني همة أعلى شوية في العشرة الأواخر وخصوصا في الليالي الوترية لا إحنا مطالبين بالطعوة والعبادة طول السنة لكن في شهر رمضان معسكر مغلق من الطعوة والعبادة أعمال مكثفة من الطعوة والعبادة ولازم كل فترة يا أستاذ الدعاء وأنا في رمضان أدي نفسي ترجط أعلى شوية كل شوية في رمضان أقول لا أنا كده وصلت المرحلة عايز المرحلة الأعلى اللي حضرتك زكارتي دلوقتي اللي هو علو والهمة أنا عايز همتي مع الأيام تعلى أنا عايز تعطي وعباتي مع الأيام تزيد أنا عايز أحس إن أنا كل ما بدخل في رمضان كل ما مستوايا من الطعوة والعبادة ومستوى التنافس في الطعوة والعبادة في رمضان بيختلف بيختلف للأفضل وللأحسن ما بيختلفش إن أنا بقل إن أنا همتي بتقل إن أنا ببدأ أفكر أقول أنا كفية علي بس أنا صيم طول النهار والفرائد لأ أنا عايز أبص للأعلى مني لما أصوم وحفظ على النوافل وصلي العيشة والتروح وقول كده كفاية أبص على الناس اللي بتصلي التهجد فتلاقي ناس كبيرة في السن في ناس صحيطها على قدها في ناس المفروض إن هم يبقوا أقل من كده فبتلاقيهم بيعملوا أعمال عالية أوي في رمضان فأنا كمان أبو الصلوم عشان أتنافس معهم والقرآن يقول لنا كده بس هو في حديثه عن الجنة لكن أنا هقول في حديث الطاعة والعبادة وعلو والهمة القرآن يقول لنا إيه أستاذ الدعاء وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أنا عايز أشوف الناس بتجري فين في مضمار الأعمال الرمضانية والأعمال الطاعة والعبادة في أيام رمضان عشان أنا كمان أدخل في نفس المضمار ده وسابق الناس إحنا مشكلتنا إن إحنا بنحاول نتنافس في الدنيا قوي ونبص البعض في الدنيا قوي ويقولوا هي دعاء ركبة عربية إيه هي بتلبس إيه هي عايشة إزاي فنبص لأمور الدنيا طب وإحنا بنبص لأمور الدنيا ونتنافس في الدنيا تعالوا نتنافس في الطاعة والعبادة تعالوا نشوف فلان بيعبد ربنا إزاي فلان بيجتهد في عبادته إزاي فلان بيخرج صدقات إزاي فلان بينفق في سبيل الله إزاي ونتنافس في أعمال الطاعة والعبادة زي ما بنتنافس في الدنيا يبقى عندنا تنافس وعلو وهمة في الطاعة إحنا دخلين خلاص يعني إحنا دلوقتي في العشرة اللي هم إيه النص رمضان تاني عشرة في رمضان التلت التاني على فكرة رمضان جري يعني إحنا خلاص عدين أول عشرة ده كده يعني بجد جري إحنا بحسن لاش بهم في الأول وبعد جد بتلاقي نفسك بقيتك في آخر خلاص طيب إحنا برضو عايزين نستغل الأيام اللي جاية دي وما نضعش مننا نعمل إيه نعمل إيه منسيبش عمل من أعمال الخير يا أستاذ الدعاء إلا ونحاول يبقى لنا في بصمة ونبقى عارفين كده أن كل أعمال الخير يا جماعة اللي بتعملوها ما بتروحش أعمال الخير اللي بنعملها بتفضل موجودة عندنا بتفضل موجودة ربنا بيدخرها لنا في وقت معين وقت أنت تحتاجه فسيدنا النبي يقول لنا كده صمائع المعروف تقي مصارع السوء والهلكة والآفات المعروف اللي هتعمله في رمضان مش هيحسب بمعروف واحد هيبقى أضعاف مضاعفة اللي هتعمل في رمضان هتاخد عليه أجر عظيم شوفي الصحابة تعلموا ده وعرفوا أن ده التنافس الحقيقي فسيدنا أبو بكر قاعدين كده مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مجلس طيب كده من الصحابة فسيدنا النبي عايز يعلم الصحابة ويعلمنا احنا كمان يا أستاذة دعاء أن ما فيش باب من أبواب الخير يتفتح قدامك وتقفله باب الخير اللي يتفتح قدامك ويكون فيه فرصة أنك تشارك ولو بالقليل حاول تشارك عشان ده هيتكتب في صحيفة الحسنات بين يدي الله سبحانه وتعالى فسيدنا النبي قل للصحابة من أصبح منكم اليوم صائمة يمتطوع فسيدنا أبو بكر قال أنا يا رسول الله فسيدنا النبي قال من أطعم منكم اليوم مسكينة فسيدنا أبو بكر قال أنا يا رسول الله فسيدنا النبي قال للصحابة من تبع منكم اليوم جنازة فقال أبو بكر أنا يا رسول الله فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح صائما أطعم مسكينا تبع جنازة عاد مريضا زار مريضا قال أبو وكر أنا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام مجتمعنا في مرئ أعمال الخير الأربع دي مجتمعنا في مرئ إلا كان من أهل الجنة إن أنا أقوم كده في يوم فأصوم يوم تطوع في غير رمضان إن أنا أطعم مسكين أزور مريض أتبع جنازة أو أمشي وراء جنازة أو أتبع جنازة الأعمال الطيبة دي لما تجتمع يا أستاذ دعاء وبأحريص ده دليل على حرصي على إن ما فيش باب من أبواب الخير يتفتح قدامي غير وانا بشارك فيه فسيدنا النبي يقول مجتمعنا في مرئ إلا كان من أهل الجنة لما الهمة اللي إحنا بنتكلم عنها النهاردة وعلو الهمة اللي إحنا بنتكلم عنها النهاردة ونقول كده لازم تعلم نفسك وما تبصش للأمور البسيطة السهلة ما تقولش دي كفاية أوي أنا كده عملت اللي أقدر عليه لما سيدنا النبي قعد يقول للصحابة كده عن أبواب الجنة في الجنة باب للصائمين يقالوا له الريان وباب الصدق وباب الصلاة وباب صلة الأرحام فبيقول إن دي كلها أبواب فسيدنا النبي يقول كده لما سيدنا أبو بكر يقول له يا رسول الله ما على المرء إذا دعي من أحدها إيه يعني لما واحد كده يقال له يدخل من باب الصلاة أو من باب الصدقة أو من باب الصلة أو من باب الريان أو يدعى منها جميعها أحد يعني في حد يدعى من كل الأبواب دي يا رسول الله قال نعم وأرجو أن تكون منهم وفي رواية وأنت منهم يا أبا بكر يعني سيدنا أبو بكر مش بيفكر أن يدخل من باب عايز يدخل من الأبواب كلها باب الصلاة وباب الصدقة وباب صلة الأرحام وباب الريان باب الصيام أنا عايز همتي إن أنا أدخل من كل الأبواب هدخل من كل الأبواب دي إزاي؟ لازم أكون مشارك في كل الأعمال ما يكونش فيه باب من أبواب الخير في الدنيا إلا أنا بشارك فيه عشان يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يعني يفتح أو تفتح لأبواب الجنة كلها في يوم القيامة إن شاء الله إحنا معنا طبعا تليفونات وأرقام التليفونات موجودة على الشاشة أي حد عايز يسأل الشيخ إسلام أي سؤال اتصلوا على أرقام التليفون الموجودة على الشاشة وهناخد اتصالكم وإحنا معنا أول تليفون أستاذ مهاب أهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلامة تفضل كنت عايزة بالشيخ سؤال الله سمعني تفضل تحت عمارك كنت في ذات رمضان كنت حريص على طلقة الترويح والأعمال عموما بس من أول خامس سادس يوم كده تدت الدنيا تهبط خالص ما فيش مش حاجز حتى أن أنا عايز يعني بدأت رمضان همتك عالية بدأت كويس أو في النص بقى كده اللي هو جت يعني تراجعت جامد يعني تمام بدأت تحس أن الموضوع بدأ يقل معاك يا أستاذ مهاب بتصلي دلوقتي الترويح بصعوبة يقل يقل أو حتى يعني كنت حريص الأول على ثلاث ترويح يعني جامس جدا دلوقتي بقت عادي حتى لو ضعت يوم بدل نفتي عزري يعني حسيت أن فيه تكاسل أو فيه فطور شوية آه فيه فطور شويتين مش شوية بس طب إحنا قبل رمضان كان حلنا إيه مع الطاعة والعبادة والصلاة والجماعة وفي المسجد كان الحل إيه؟ ما كانش أحسن حاجة والله إذا كان الواحد نفسه الدنيا تضبط أكتر في رمضان يعني حاضر حلقيتنا النهاردة أنه فيه ناس بيدخلوا بهمة عالية على رمضان وبعد كده بيحصل فطور ليه بقى؟ هؤلاء وهم فيه الشيطان لسه حمزة أبني بيقول لي يعني فيه شوية الشيطان خلاص الشيطين كلها متسلسلة لا فيه شيطين الإنس بقول دليل يعني شان كل واحد دي يعرف نفسه بقى في رمضان هقول لحضرتك المشكلة زي ما بيقوله أستاذ مهاب ودي مشكلة مع ناس كتير جدا يا أستاذ الدعاء إيه هي؟ إن إحنا بنبقى قبل رمضان فيه تكاسل وفيه تقصير نقوم مقصرين جدا كلنا يعني إلا من رحم الله وبنتخيل مع أول ليلة من ليلة رمضان إن إحنا هندوس على زرار هنشتغل مية في المية وده صعب جدا صعب جدا أن أنا أكون في حال والحال يتبدل في لحظة إن أنا أتغير بعد ما كنتش محافظة على الفريضة نفسها في الصلاة في جماعة أو ما بصليهاش غير نادرا وفي أيام بصلي وأيام ما صليش أجي مع أول يوم في رمضان الدنيا تتغير إحنا قلنا قبل كده كتير ونسمعنا الكلام ده كتير إن الصحابة كانوا بيودعوا رمضان ست شهور يدعوا ربنا إن ربنا يتقبل الطاعة اللي كانت في رمضان ويعودوا يستقبلوا ست شهور بيستقبلوا إزاي؟ عاديم مستنيين يعني؟ لا مش عاديم مستنيين رمضان لكن بيستقبلوا إزاي؟ إن هم يبدوا يعملوا أوراض من القرآن أكتر من الأيام العادية فلو كنت بقرأ في اليوم العادي ربعين أو تلاتة أو أربعة أخليهم جزء عشان أبدأ أجهز نفسي إن أنا أتعود على القراءة فاجي في رمضان أختم في اليوم ختمة كانوا يختموا في يوم من اللي كان بيختم في اليوم ختمة أو كل يومين ختمة أو على أقصد أقدير كل تلاتة أيام ختمة يعني في اليوم عشرة أجزاء هيعمل ده إزاي يا أستاذ الدعاء مرة واحدة إلا إذا كانوا أصلا جاهز وعندوا الاستعادة زي ما قلت لك مضمار الطاعة والعبادة أنا لما أنزل مضمار ألعاب القوة كده وبقالي شهر أو اتنين ما بجريش ما بعملش الرياضة وما بعملش السويدي وتام برينات وهاجي بعد شهر أو اتنين أعمل مرة واحدة جلسة في الجيم هتلاقي جسمي كله عضلات جسمي فعضلات الطاعة والعبادة عندنا بتشد بسرعة ليه عشان إحنا مش معودنها على ده طيب أعمل إيه أريح لا هنجاهد نفسنا إن إحنا نحاول نستمر ولو بالقليل تدريجي عشان نوصل للعشر الأواخر إن شاء الله معينا سامية أهلا وسهلا سامية ألو أيوات فضال سلام عليك عليكم السلام لو سمحتي أنا عايزة أسأل الشيخ حضرتك أن أنا بعمل في معادي بابا وماما بعمل حاجة لله فأنا عندي ليه أخ برضه متواصف فيه ما عملتلوش حاجة وفي نفس الوقت عايزة أعرف أنا يعني مصيري إيه من الكلام ده في الجين وفي نفس الوقت مثلا أنا ممكن أعملهم أعملها لحد دين لحد يستحق أنت بتعمل إيه صدقة يعني؟ بعمل حاجات أكل أكل والزعب لحم على روح والدك ووالدتي والدي الوحدة ووالدتي الوحدة وأخوكي ما عملتلوش ليه بقى؟ ما عملتلوش والله يعني أخي نسيت يعني بس ممكن تعمل يعني أهم والأم أهم يعني ماشي بس برضو الأخ يعني طب بصي أسألك حاجة أخي عديت علي وكل حاجة ومتوفي من زمان ومتوفي شاب عنده 17 سنة يعني بس أنا جيت بقى السنة دي هو يوم 23-23 قلت أعمل حاجة لله فطلعت فلوس بس طب أنت بتقولي بتعملي الحاجات دي في التاريخ الوفاء ولا في رمضان ولا في التاريخ الوفاء بتاعت الوالد والوالد بس طب أنت ممكن تعمل في أي وقت طب هقول لحضرتك يا حاجة سامية هو فيما نعملها كلها مرة واحدة كده زي ما أستاذ الدعاء بتقول لحضرتك نعملها مثلا في رمضان أو في مناسبة من المناسبات أعمل نفس العدد اللي بعمله بنفس القيمة المالية اللي حضرتك بتعمليها ومجي أطلعها تبقى نيتي على روح أبويا وأمي وأخويا وأموتنا جميعا ما فيهاش أي مانع خالص مش لازم تخصصي مش لازم تخصصي حضرتك بقول لك ممكن آه طبعا ممكن ممكن أجمعهم آه آه طبعا قولي كده نيتك وأنت بتعملي العمل ده سواء كان فلوسها تخرجيها أو وجبات إطعامها تطلعيها أو مساعداتها تطلعيها لأي حد وانت بتطلعي كده حضرتك نيتك القلبية ولو قلتيها كده على روح أبويا وأمي وأخويا وأموتنا جميعا يجوز وإن شاء الله كلهم يصل إليهم الأجر أكده الأجر للجميع سوابها بقى بتسأل هي بقى تبقى سوابها إيه سوابك أنت آه ألا أنت ليك سواب عظيم سوابك يكفي برك بأبوك برك بأمك برك بأخوك ده هيكون في ميزان حسناتك صلة بينك وبين أخوك وبينك وبين أولاد أخوك ليك أجر عظيم الأمر التاني كمان أخويا ما تشاب معندوش أولاد نو يا حبيبي الله يرحم الأمر التاني كمان يا حجة سامية وانت بتعملي ده صلة وبر كمان صدقة للفقراء والمساكين ودعاء منهم للأموات ودعاء للأحياء أجر عظيم جدا عند ربنا سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا جزاء حضرتك فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة فضال يا حبيبي فضال سهري لو سمح نعم عايزة أود لتلاتة لسبعة وخمسين ولا الأرمان ولا الناس ولا يعني عايزة حاجة واحدة أودلها إلا حضرتك تقدري عليه والأيصر بالنسبالك إن أنت يتوصل لهم الصدقة سواء كانت عينية أو مادية أو إطعام أو مساعدات الأيصر بالنسبالك إحنا عندنا القعدة الأيصر للغني والأنفع للفقير فشوفي الأيصر بالنسبالك إيه في الحاجات دي كلها وربنا يتقبل إن شاء الله إن شاء الله ربنا يتقبل يا حبيبي فاطمة أهلا وسهلا فاطمة سواء أيوات فضل سواء عليكم السلام علي صوتك يا فاطمة وقولي السؤال حاضر لو سمحت أنا بسأل ينفع زكاة الفطرة دلوقتي ولا لأ زكاة الفطرة طيب في حاجة تانية أستاذة فاطمة وقديه يعني الحد الأكثر وزارة الحد حاضر حاضر در الإفتة حددت الرقم لا بقول هي بتسأل قد إيه فبقول در الإفتة حددت الرقم در الإفتاء السندي حددت الحد الأدنى يا أستاذ الدعاء 30 جنيه 30 جنيه السنة فاتت كانت تقريبا 14 جنيه أو 15 جنيه الحد الأدنى السندي 30 جنيه ودايما بنقول عن الفرد آه عن الفرد الواحد يعني المسؤول عن الأسرة أو العائل للأسرة بيحسب عدد الأفراد إحنا عندنا الأسرة بتاعتنا 3 4 5 زي ما يكون على حسب العدد وأنا اللي مسؤول عنهم بحسب عن كل فرد حد أدنى عشان في حد يقول لي 30 جنيه ده حاجة بسيطة أو لو تقدر حضرتك التلاتين تخليهم 300 انت حر كل واحد وقدريته لكن ده الحد الأدنى طيب الفقير اللي بياخد أصلا الزكاة أستاذ الدعاء عليه زكاة زكاة الفطر آه يخرج زكاة الفطر حتى لو كانت من الزكاة اللي هو بيجمعها أو اللي بتجيله يخرج على قدر المستطاع اللي يقدر يطلعها بتقول ممكن من دلوقتي طيب ممكن من دلوقتي هو بعض العلماء بيقولوا إن المفروض إن احنا بنأخرها شوية لكن البعض الأخر بيقول لو خرجناها في النص التاني أو في نص رمضان هيبقى أفضل وأحسن للفقير ليه يلحق عشان الفقير يبقى عنده وقت بالزبط كده الله يفتح عليك بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله أكبر يعني عشان يلحق يشتري حاجة العيد آه بعد كده هتقولي على طول آه آه لأ لأ علشان يبقى فيه وقت كده الله يفتح عليك يبقى فيه وقت يقدر يشتري لأولاده حاجة العيد نبس العيد أكل العيد حاجة العيد يبقى معاه متسع من الوقت إن هو يلحق يتصرف ويجيب حاجات العيد فلو خرجناها بدري شوية مفيش أي مانع شرعي أبدا طالما هي في رمضان رمضان بدأ وطالما قبل صلاة العيد لكن لو بعد صلاة العيد خلاص طيب إحنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا خليكم معي رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا على مباشرة أرقام تليفون نتواصل مع البرنامج هتظهر دلوقتي على الشاشة لو أي حد عنده سؤال يتواصل معنا ويتصل بينا طيب شيخ إسلام قل لنا كده يعني ممكن اليوم يتقسم إزاي في رمضان هقول لحضرتك إن اليوم بيختلف من طبيعة عمل واحد لطبيعة واحد تاني عشان برضو عايزين نقول حاجة مهمة جدا لأستاذ الدعاء وإحنا بتتكلفوا عليه والهمة أوعى تخلي رمضان لما يدخل لك رمضان يبقى رمضان سبب إن أنا أقصر في عملي الأساسي لأنه بتلاقي ناس كي تقول لك رمضان جاء أنا رمضان أنا مريحة بتخشي أي مكان لا لا إحنا صايمين هتلاقي الشغل كله واقف لا ما تخليش رمضان يأثر على العمل اللي فيه مصالح الناس وفيه تسيير أمور الناس طيب أعمل إيه في أيام رمضان علشان يبقى البرنامج بتاعي برنامج مكتمل رقم واحد الفرائد هتلاقي المصيبة الكبيرة قوي إنه ممكن يكون حد صايم بس ما بيصليش وأحيانا كان يجينا السؤال ده أستاذ الدعاء طب أنا لو صايم أو صايمة بس يعني مقصر في الصلاة هو اللي فرض الصيام مش هو اللي فرض الصلاة بتاع بقى هو إحنا بنختار من الطعوة العبادة يعني اللي يمشي على مزاجنا إحنا اللي يوافق هوانا كده أصلي ده شهر كده وخلاص خلينا ننصوم الشهر لكن بعد الشهر ما يعدي ما فيش صلاة وأثناء الشهر وإحنا صايمين أحيانا ممكن يوقع من إنا فرض أو اتنين ما ينفعش فلازم نحافظ على الفرائد ده رقم واحد ما فيهاش كلام معناه تليفون معنا تليفون ناخده ونرجع نكمل غادة أهلا وسهلا عليكم السلامة فضال ممكن نكلم حضرت بسيخ علي صوتك يا غاد أيوة حضرتك لا سمحت أنا والدي ووالديت متوفيين لسه والدي متوفي عشرين جزا جميعا فينفع أختم كل واحد للقرآن واحده وأختي معاهم هل يجوز إن أنا أختمناها القرآن برضو ولم نجف فيه بص يا غادة إحنا ما في مناش أنت بتقولي إيه علي صوتك أيوة حضرتك بقولك والدي ووالديت متوفيين ماشي الله يرحمه آه فأعيز أختم لهم القرآن ينفع أختم لأختي التانية متوفية برضو ينفع أختم لهم القرآن هل يجوز آه بتختم لهم القرآن والدتك وأختك آه ماشي حبيبة قلب تمام ماشي معاليك السؤال تاني حضرتك السؤال ده بس أنت عايزة الختمة تبقى للتلاتة ولا أنت بتسألي كل حد له ختمة لوحده آه ينفع أختم كل واحد وحده ولا أختم لهم هم التلاتة مع بعض وممكن أعيد لهم تاني يعني طيب نفترض أن إحنا مثلا ملحقناش نختم التلات ختمات هتعمالي إيه آه يعني أنا مثلا في رمضان ختمت ختمة وجيت في الختمة التانية ملحقتش أكملها طب أنا ختمت البابا طب وماما وأختي آلو ماشي السؤال التاني يا أستاذ آلاد السؤال التاني معاليك وأسمعكم من تلفزيون فضل معاليك أنا جوزي عامل عمر الوالديتين فهل تجوز ولا ما تجوز فيه حاضر ماشي حاضر ومعني في آخر سؤال معادي إذنك هل أحمد السؤال عصول زيارة المقابر هل دي حرام ولا حالاني يعني إحنا زيارة المقابر زيارة المقابر ماشي حبيبتي زيارة المقابر عموما ولا إيه سؤال طب نتكلم فيها عموما طيب الحاجة الأولى اللي هي الختمة زي ما قلنا في الصدقة السؤال اللي كان جاء عن الصدقة لما بتعمل صدقة لأبوها والأمها بس أخوها لأ فقلنا أنها تجمع الصدقة كلها على روح أبويا وأمي وأخويا وأموتنا جميعا نفس القضية في موضوع ختم القرآن بس فيه سؤال هل أنا ينفع أقرأ قرآن وأوهي بثواب القراءة لأن برضو الموضوع ده فيه كلام كتير كتاب الإمام ابن القيم كتاب الروح للإمام ابن القيم بيجيز فيه قراءة القرآن ووهب ثواب القراءة على روح الميت طيب أنا النهاردة أقول أريد أن أختم ختمة الأبوية أنا لوقتي مسعفنيش فختمت ختمة والثانية ما كملتش يبقى في الختمة الأولى بقول أنا بوهب ثواب القراءة والختمة دي على روح أبويا وأمي وأخويا وأختي وأموتنا جميعا والختمة التانية نفس القصة ربنا أقدرني في الختمة التالتة في العشرة كل ختمة أختمها أو كل قراءة أقرأها يا أستاذ الدعاء بعدما أخلص القراءة نيتي أن أنا بوهب ثواب ما قرأت على روح فلان وفلان 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 وأموتنا جميع السؤال الثاني كانت بتقول إيه إن زوجها عمل عمرة لأمها طب ده يجوز؟ آه طبعا يجوز ما فيش أي مشكلة خالص طالما أنا رحت وعملت عمرة عن نفسي بعمل عمرة عن نفسي الأول وبعد كده بأحرم مرة تانية سواء من أبيار علي أو من التنعيم على حسب هو ظروفه وإيه هناك في الرحلة دي وأنا بعمل العمرة وأنا بحرم أني أن أنا بعمل عمرة دي عن حماتي أو عن حماية أو عن أخويا أو عن صديقي أو عن أي حد يجوز إن أنا أعملها ما فيش أي مشكلة مش لازم يكون ابنها اللي بعملها ممكن أي حد يعمل عمرة عن أي حد تاني السؤال الثالث كان زيارة المقابر زيارة المقابر ها إما بيروحوا يوم وفي جمعة تقريب جائزة في أي وقت بس يعني هي مكروهة في الأعياد لأن الأعياد جعلت للفرحة منفعش يوم العيد والناس كلها بتفرح وإحنا روحين نزور المقابر في أي وقت؟ آه في أي وقت بس نكون مجموعة وفي مكان آمن عشان ما حدش يصب بمكروه ما روحش مقابر تكون في مكان متطرف ما فيهوش حد مكان خالي ممكن يحصل لي أزى من حد هناك فيجوز سيدنا النبي بيقول كده في حق النساء كنتوا قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة أو تذكركم بالآخرة تمام إحنا نرجع بقى نكمل من الكلامنا كنا بنقول إن الصلاة أهم حاجة في رمضان الصلاة أنا دايما بقولهم كنا بنقول إيه في الدرس كده كنا بنقول إيه فبينسوا طبعا فبقولهم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم فإحنا في رمضان ما ينفعش نكون مقصرين في الفرائط فرقم واحد الفرائط دي ما نتسبهاش طيب جدولي اليومي في رمضان إيه في حد يقدر بعد صلاة الظهر كده أو بعد كل فرد يقدر يقعد يقرأ ربع في حد يقدر يقعد يقرأ جزء فلو قعدت بعد كل فرد قرأته جزء هختم خمس أجزاء في اليوم الواحد خمس أجزاء بعد الفجر ظهر عصر مغرب ممكن ما أقدرش علشان الوقت دي ممكن بعد صلاة التراويح أختم جزءين يبقى جزء المغرب وجزء العشاء فأنا كده كل يوم بقرأ حوالي خمس أجزاء لو في ست أيام هختم ختمة خمسة في ستة بتلاتين جزء هختم ختمة كل ست أيام في شهر رمضان الأمر التاني كمان من الجدول بتاعي اليومي إن أنا بحافظ على صلاة التراويح في بعض المساجد بتصلي التهجد بدري في الأيام دي بدأ من أول يوم أو تاني يوم أو تالت يوم في رمضان وفي البعض ما بيصليش تهجد أو ما فيش جنبي مسجد بيصلي تهجد أنا أعمل لنفسي بالليل كده ساعة قيام ليل غير التراويح أصلي فيها التهجد وما بين التراويح وما بين التهجد يبقى فيه فترة للذكر الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يا أستاذ دعاء ولو بالقليل أطعم صائم إفطار صائم ولو على تمر أو على مية أو على شربة لبن إفطار الصائم ده لو هعمل وجبة واحدة من بيتي كده من الوجبات السخنة اللي معمولة في البيت النهاردة أقول لهم في البيت كده جهزوا وجبة أو اتنين يخرج لفقير الوجبة دي لما تخرج أخذ عليها إطعام صائم أو إفطار صائم وقلنا كده حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جزء من الحديث من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقابته من النار وكان له مثل أجر الصائم غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء الأعمال كتير جدا لكن إحنا محتاجين نتنافس القرآن ولنا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أم مازل أهلا وسهلا أيها السلام عليكم عليكم السلامة فضالي من فضلك عايزة أسهل الشيخته فضالي تحت عمرك طيب عايزة أعرف الأول حكم الدخول في بنية الفرد خلف المتنفل يعني فيها خلف المتنفل خلف المتنفل بالنسبة لصلاة الترويح مثلا أنا ما صلتش العيشة هل يجوز أن ندخل وراء الإيمان فيها ولا لا؟ حاضر حاضر في حاجة تانية؟ طيب بالنسبة لحساب الزكاة اللي عنده يعني كان معاه مبلغ من المال وبعدين نقص المبلغ قبل الحول ما يحول عليه نقص دخله في شقة يعني جاب بي شقة فكيفية تحفر الزكاة؟ ميش حاضر حاضر لذلك الله خير بنية تقبل منه السؤال الأولاني حكم صلاة مصلي الفرد خلف المتنفل يعني أنا دخلت المسجد ولقيت حد بيصلي سنة العشة أو سنة المغرب أو دخلت المسجد وهما بيصلوا الترويح وأنا عارف أن دي ترويح وأنا هصلي فريضة فهل يجوز؟ آه يجوز أن أنا أصلي وراء وهو بيصلي النفل وأنا بصلي الفريضة وأتم ما فاتني من الصلاة يعني أنا صليت وراء ركعتين سواء كان سنة عشة أو مغرب أو ترويح صليت ركعتين وأنا بصلي العشة بقوم وأتم ما فاتني من الصلاة أربع ركعات عشان تبقى كده بالنسبة لي كده أنا صليت العشة يبقى على نيتي والإمام على نيتي ولا يجوز للإمام أن يغير النية بسبب المأموم يعني أنا لو بصلي سنة العشة وانا بصلي السنة كده لقيت حد يجي دخل وراي وانا عارف ان هو هيصلي العشة انا بدأتها ايه سنة وهو صلي العشة فانا غيرت نيتي وخليتها اربع ركعات عشان هو يصلي معي اربع ركعات عشان تبقى الصلاة تمة صلاة من غير النية غير صحيحة لان تغيير النية يفسد الصلاة او يبطل الصلاة وصلاة المأموم صحيحة يبقى صلاة الامام غير صحيحة لكن صلاة المأموم صحيحة لكن أنا لو دخلت وبصلي ورا فرض هو بيصلي النفل يجوز وأتم الصلاة السؤال الثاني كانت بتسأل عن الزكاة إحنا عندنا شرطين أساسيين في الزكاة الشرط الأول بلوغ النصاب اللي هو دلوقتي 85 جرام دهب جرام الدهب بكامل نهار دي أستاذ أدعاء 2000 تقريبا لا عدى عدى 2000 وشوية يعني الـ 2400 ونص والـ 2100 تقريباً 2250 حاجة زي كده تقريباً يعني فيبقى لازم يكون معايا فلوس تساوي 85 جرام دهب تجيب 85 جرام دهب يعني ممكن يوصل 170 ألف 180 ألف حاجة زي كده وحوالان الحول الهجري حوالان الحول الهجري يعني هو لو مثلاً بدأ في رمضان يحسب على الرمضان اللي بعد بالضبط كده لأن إحنا عندنا فرق بين السنة الهجرية والسنة الميلادية حوالي 11 يوم في السنة علشان يبقى ماشي مظبوط يبقى اللي عندي يجيب تقريباً 85 جرام دهب ويعدي عليه سنة هجرية كاملة حول هجري كامل طيب أنا كان معايا مثلاً 200 ألف جنيه متعانين وبدأنا من أول رمضان وقبل رمضان بشهر أو باتنين لظرف من الظروف أنا سحبت من الفلوس دي مثلاً 50 ألف جنيه بقوا 150 ألف أصبح المبلغ اللي عندي دوت مش بالغ النصاب ومحلش عليه الحول معددش عليه السنة الكاملة فلا تجب فيه الزكاة اللي هي الفريضة الزكاة الفريضة لكن أنا عايز أطلع صدقة من الصدقات طلع اللي أنت عايزه لكن مش فرض ولا إلزام عليك طالما الشرطين دول ما تحققوش مثلاً 185 ألف جنيه مثلاً اللي معافقهم هو ده خلاصًا ما حسبوها في الكنترول فبيقولوا تقريباً 185 ألف جنيه تقريباً أه فلو واحد معاً 185 ألف أو 200 ألف إذا ما حدقك بتقول هي بتقول أخذ الفلوس تحطها في شقة قبل ما ييجي السنة عدد يبقى كده هو ما فيش فلوس طيب الشقة دي لازم أسأل السؤال الشقة دي أنا أخذها كتجارة ولا أخذها للمعيشة والسكن لو كانت تجارة تجيب فيها الزكاة زي الدهب اللي بشتريه تجارة أو فلوس متعانة زي ما ناس كتير بتقول لو أنا وأخذ الدهب ده كفلوس متعانة تجيب فيه الزكاة لكن لو الست شاريها للزينة لا تجيب فيه الزكاة الفلوس اللي أنا كنت تعينها ومعدش عليها سنة كاملة قلت أشتري بها شقة عشان فلوس مدخرة والشقة هتزيد أكتر من الفلوس يبقى تجيب فيها الزكاة لكن لو أنا شاريها كشقة علشان الإقامة عشان ابني عشان أجوز حد أو عشان أنا أتجوز فيها لا تجيب فيها الزكرة تمام معانا تريفون أم مريم أهلا وسهلا أهلا بحضرتك أستاذ دعاء الزكرة حبيبتي أهلا بيكي وانت طيبة قدار أنا أول مرة أشترك في البرنامج مع حضرتك نيسي من زمان وأول مرة زبط معي النهار نورتين كل سنة وانت طيب بنا يا كريمك كل سنة وحضرتك بألف خير تقالي معاليش عن الجمعيات فيه جمعيات جمعيات التنمية والجمعيات الأهلية دي تتغل في القروض بتطلع قروض في مشاريع صغيرة يعني مشروعات صغيرة بس الناس فيه بعض الناس بياخدوا القرض مش بيعمل مشروع وأحيانا الواحد بيبقى عارف الموضوع ده يعني وطبعا المبلغ بتستنى عندهم بقى بتبقى دين بعد كده مش عارفة بقى أنا كموظفة في الجمعية يعني فمستحرمة أن أنا كموظفة في الجمعية فمستحرمة الموضوع ده مش عارفة رأيي شيخ في الموضوع ده أنت حضرتك كموظفة في الجمعية القرض ده لما بيخرج بتاخدوا عليه فايدة الفايدة دي المسمة بتاعها إيه يعني الزيادة اللي بتاخدوها دي بتاخدوها مقابل إيه اسمها مصروفات ادارية مصروفات ادارية هي دلوقتي بتسأل ان ممكن حد يكون واخد الكارد مش مستحق او ما عملش به المشروع وبيصرف في حاجة تانية صح قصدك كده هو ده السؤال اه بالزبط اه لكن هو بيقدم الورق يعني بيقدم الورق كأنه هو عند عين من المشروع طيب هو انتم مش بتابعوا مثلا بعد كده بيبقى فيه متابعة ساعات وساعات هما بيجذبوا يعني مش بيجذبوا وبيسددوا كارد اه بيسددوا بس هو الفكرة في ان لما انا الفكرة ان الاصل انتم عاملينها عشان تعملولهم مشروع ويبقى عندهم شغلانة يعني بالزبط زي مثلا واحدة اخدت كارد عشان تجيب مكانة خياطة مثلا ما جابت هايش بالزبط صرفتها بقى في جهاز بنتها في اي حاجة صح كده اه بالزبط فانت بقى لما بتعرفي حاجة زي كده عايزة تعرفي عايزة تعرفي انت عليكي وزر وقت فموظفة في الجمعية وبقبض من الجمعية هل علي زنب او بستغل في في القروض دي نفسها هل علي زنب او كده حرام حاضر حاضر معلش ممكن تقال تاني هو حاجاتك تبتتلم عن نصاب الزهب وكده فانا كان عندي اه كان عندي ذهب وهو عدت النصاب يعني بس انا شايلال الهدف مش شايلاء انا المفروض انت بتلبسي انا بلبسه والمفروض ان انا برضو كنت بقدم للحج وان شاء الله لو ربنا اكرمني ها بيعه عشان احج بيه ايوه دي حاجة تانية اوه انما للزينة بقى هل في الموضوع ده هو تقريبا ان صاب يادو بيطمع حجة ماشا اه بس صاب يادو بيطمع حجة ده يا ربنا اكرمك وما يكفيش يعني اه سبحان الله بس هقول لحضرتك العمل في موضوع الجمعيات الاهلية او الجمعيات اللي بتخرق قروض للشباب للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمساعدات لربات المنازل انها تعملها مشروع جوه البيت علشان تشتغل جوه البيت علشان تصرف على بيتها وتسدد القرض اللي هي بتاخده ده موضوع ما فيهوش اي مشكلة خلص يا أستاذ دعاء وانا ما سألتها عن الزيادات دي انها فعلا مصروفات ادارية ايه هي المصروفات الادارية هي موظفة موجودة في الجمعية في ناس تانية موظفين موجودين في الجمعية وفي اعمال تانية الجمعية بتقوم بيها فالقيمة اللي بتطلع زيادة على القرض بتاع المشروعات دي هي المصروفات الادارية اللي بتصرف على المكان عشان المكان ده يستمر في اداء الرسالة دي طيب أنا عندي ناس زي ما بتقول كده بيجوا يعملوا أوراق عشان ياخدوا قروض والأوراق دي بتبقى أوراق مضروبة أو حاجات مش مظبوطة عشان ياخد المبلغ ده عشان هو مزموء في حاجة تانية ومش هيعرف ياخد المبلغ ده إلا بكده طب أنا مرتب اللي أنا باخده ده في شبهة لا مرتبك ما فيهوش اي شبهة خالص ما فيهوش اي حاجة انت بتاخدي حضرتك مرتب نظير عمل انت بتقومي به بنحاول نتحرد دقة ان اللي بيجي ياخد القرض ده فعلا محتاجه وفعلا هيعمل المشروع ده وفعلا دي هتبقى مساعدة عشان نساعده على فتح بيته والإنفاق على أهله وأسرته لكن هو عمل أمور تحايل وإحنا ما قدرناش نوصل لها هو اللي يتحمل الوزر ومرتب اللي أنا باخده ده باخده نظير العمل والوقت اللي أنا بقديه في شغلي الوقت اللي أنا باختطعه من بيتي وأسرتي وباخده للشغل أنا باخد على الوقت ده مقابل ومقابل للعمل اللي أنا بقوم بيه فحضرتك مرتبك ما فيهوش أي شبه وما فيهوش أي حاجة وربنا يتقبل منك طيب الدهب اللي انت بحويشه بقى اللي هو عد النصاب ده عشان الحج عليه زكاء طالما زي ما السيدة دعاء قالت لحضرتك كده طالما حضرتك بتلبسيه وهو للزينة ومش مال مدخر زي ما قلنا من شوية مع الهوزة كخالص طب أنا شايلاء علشان لو ربنا أكرمني إن شاء الله ربنا يكرمك بالحج بإذن الله فلو ربنا أكرمني بالحج أبيعه واطلع الحج هنتي أصلا لما اشتريتيه ما كنتيش شريعة لأنه هو مال مدخر لكن أنا النهاردة عندي في بيتي حاجة الحاجة دي لها قيمة فأنا اتزنأت في حاجة في الدنيا محتاجة سيولة ما عندي سيولة لكن عندي حاجة في البيت ممكن تتبع فأنا بعتها ما فيش أي مشكلة خالص مع لها الزكة أنا لما ازنأت في حاجة من الحاجات بقت الحاجة دي لكن لو أنا كنت جايبة الدهب مال مدخر علي زكاة هو معلوز زكاة وحضرتك ربنا يكتب لك الحج إن شاء الله وربنا يوعدنا جميعا أمين وكلنا يا رب آمين أنا وإنتي وكل السمعين آمين يا رب آمين نطلع فاصل نرجع لك وخليكم آمين رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا على هاق مباشرة ومعينا تليفون أم طارق أهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلامة فضالي حضرتك بس بزاك يا مدام دعاية أهلا أنا حبيبة قلبي وانت طيبة حضرتك بس في سؤال للشيخ بعدين سنة هزيك أنا زوجي متوفي بقاله عشر سنين فضالي وبعدين حضرتك لحد الآن في مراس يعني وكده ففي ولاد من تزوجين وفي ولاد لسه ما تزوجوش فالمراسة لسه ما توزعش لحد الآن ودوت وينقع على طلب الولاد اللي هم مش عايزين ياخدوا أي مراس ولا حاجة إلا بعد ما يطمنوا على أخواتهم اللي هم ما تجوزوش لغاية دلوقتي يعني فهل دوت أنا علي وزر كده ولا ولا يعني ما فيش علي وزر عليك وزر في ايه؟ يعني سؤال حضرتك في ايه؟ انت حضرتك عايزة تاخدي مراسك يعني قبل لا لا ده أنا أنا أمهم انت حضرتك الأم آه آه أنا الأم والمراض دلوقتي ولادي محدش خد منهم خد حاجة تمام وهم هم متفقين على هذا هم اللي مش عايزين أنا مش عايزين حاجة حضرتك بقى مش عايزة مش عايزة توزعي إلا لما الأولاد اللي هم لسه متجوزوش يتجهزو لا أنا كنفتي أوزع بس إخواتهم اللي مش راضيين قالوا لا إحنا عايزين لما إخواتي نتطمن عليهم ويتزوجوا ويخلص واللي خلص تعليم يخلص تعليم وبعدين نبقى ناخد اللي احنا عاوزينه طيب ربنا يكرمهم فهل أنا علي وزر كده وإحنا ده باتفاق معنا كلنا احنا متفقين على كده يعني ومش عايزيني الكريمة في أي مراسة ولا حاجة إلا لما يخلصوا إخواتي مخلصوا تعليم ويخلصوا الزواج إن شاء الله إن شاء الله فهل أنا علي وزر كده يعني أحسن كده ولا أوزع أوزع المراسة وما يكون حراية هنرد على حضرتك في سؤال تاني بارك الله في حضرتك سلام عليكم حق وعليكم وصلاة وبركاته هو طبعا حاجة حلوة جدا يا أستاذ الدعاء وحاجة طيبة إن هي تبقى عايزة توزع والإخوات هم اللي بقولوا لأ مش هنوزع لما إخواتنا يكملوا تعليمهم ويتجهزوا ويتجوزوا وبعد كده نوزع فده شيء طيب جدا بس أنا ليه رأي النفوس بتتغير والأيام بتغير والمواقف بتغير وبيحصل حاجات تانية أنا نصيحت لحضرتك طالما أولادك كده ربنا يبارك فيهم وكويسين وحلوين مع بعض كده لأ تعالوا نجنب كده على جنب قيمة التعليم وقيمة الجهاز يعني نقول مثلا إحنا عندنا كم حد لسه ماكملش تعليمه ولسه ماتجوزش وده يتكلف عشر قرش نخلي العشر قرش دول كده على جنب بتوعهم ونوزع الباقي ويبقى كل واحد عرف مراسه وعرف حقه النهارده وإحنا حلوين وكويسين مع بعض بدل ما بعد فترة يحصل مشكلة وتأثر على اللي ماتجوزش واللي ماتعلمش وفي الآخر نلاقي إن الحقوق ضاعت وإن الأيام غيرت النفوس طالما إحنا كده كويسين نطلع حقهم ده بتاع التعليم وبتاع الجواز على جنب ونوزع الباقي التوزيع الشرعي على الجنب وانسي موجودة كده فستهما تفرق برضو ده رأيي ده أفضل ده أفضل طيب إحنا وقت الحلقة خلاص بيجري فإحنا عايزين أيها نصيحة أخيرة كده إحنا الأول اتكلمنا النهارده عن الصلاة واتكلمنا عن الصادقة دي حاجات يعني لازم تبقى ستايفل أيها جاية وإيه قدنا هنتكلم عن القرآن القرآن مهم جدا يا أستاذ الدعاء من علو الهمة وإحنا في رمضان أن نعرف أن رمضان شهر القرآن ولازم يكون لي همة عالية أوي مع القرآن ما ينفعش قراءتي للقرآن في رمضان زي قراءتي للقرآن في باقي الأيام أو يبقى فيه تحسن ولو بسيط جدا في رمضان عايز همتي تبقى عالية أوي في رمضان وزي ما قلت لحاطاتك كان فيه من الصحابة من يختم ختمة في اليوم أو ختمة يعني كل يومين أو كل ثلاثة أيام لكن إحنا النهاردة في أول ثلاثة أربعة أيام أول أسبوع بتبقى الهمة عالية أوي في القرآن وبعد كده بيبدأ يحصل حالة من الفطور وحالة من الكسل محتاجين أن إحنا نعرف أن القرآن زي ما سيدنا النبي قال كده صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان في العبد يوم القيامة متخيل أن أنت معاك حكتين دلوقتي أنت في شهر رمضان يشفعو لك قدام ربنا الصيام والقرآن الصيام يقول يا رب منعته الطعام والشراب فشفعني فيه والقرآن يقول يا رب منعته النوم بالليل يعني إيه منعته النوم بالليل يعني كان بيصهر طول الليل يقرأ القرآن يعني كان عايش حياته مع القرآن فشفعني فيه فيقوله صلى الله عليه وسلم فيشفعان عايز أقول لك معنى الكلام يعني ممكن يكون كده معناه إن الصيام والقرآن بيتخنقوا على العبد اللي اتنين في صراع بينهم على العبد ده عايز يشفع فيه وده عايز يشفع الصيام عايز يشفع والقرآن عايز يشفع ده إيه العبد ده فسيدنا النبي يقوله فيشفع وعندي قصة كده لو فيه وقت معنا ماشي معنا يعني نحكي قصة وعد كده ندعي ونختم قصة سريعة في موضوع القرآن ذكر عن رجل أنه كان يختم القرآن في كل ثلاث ليالي مرة كل ثلاث يام ختمة على فكرة ده مش في رمضان ده ده المعتاد كل ثلاث يام ختمة يعني في اليوم يقرأ عشرة أجزاء من القرآن عشرة تجزاء كل يوم كل يوم مال في رمضان بيعمل يبقى فكل ثلاث يام يا أستاذ الدعاء يختم ختمة من القرآن احنا عندنا عدد آيات القرآن كام؟ 6236 آية بيقرأهم كل ثلاث يام وفي ليلة من الليالي هو في التلت الأخير في العشرة الأواخر كده من القرآن في سورة ياسين عند قول رب العالمين إني إذا لفي ضلال مبين جاءه ملك الموت إيه ده؟ 6236 آية في القرآن 114 صورة 30 جزء ويختم له بالآية دي من القرآن كله إني إذا لفي ضلال مبين فتعجب الناس ختم لقارئ القرآن اللي بيختم كل ثلاث يام مرة ختم له بهذه الآية إني إذا لفي ضلال مبين حتى جاء لأحد أصدقائه في المنام فقال يا أخي أختم الله لك بالضلال المبين معقول بعد ده كله إني إذا لفي ضلال مبين قال يا أخي لقد أراد رب العالمين أن أتم القراءة جاءني الملكان فقال لي من ربك فأكملت القراءة إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين يعني مات على القرآن وسئل فأجاب تكملة لقراءة القرآن وده كلام سيدنا النبي من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فمن عاش على القرآن مات على القرآن سئل بالقرآن بعث وهو في يوم القيامة من أهل القرآن أسأل الله أن نكون جميعا من أهل القرآن آمين ندعي بقى نختم الحلقة كده إيه بالدعاء وربنا يتقبل اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تتقبل صلاتنا اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واجعلنا من المقبولين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا يا ربنا على من عادانا اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترد إلينا غائبنا اللهم رد إلينا غائبنا واجمعنا بأحبائنا وانصرنا يا ربنا على من ظلمنا اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين اللهم يا عالي من لا يعلم صل على محمد وعلى آل محمد ترجمة نانسي قنقر موسيقى